لم يكن مطار بغداد دولي موقع اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني السبب الأول أو الأخير الذي تتذرع إيران باستهداف تواجد الأمريكي على الأرض العراقية لكن الإيران التي فتحها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بضرب مواقع فصائل موالية لإيران هي مفتاح أبواب الانتقام بين طهران وواشنطن على حساب الأرض العراقية المعيار الأكثر خطورة التهافت على سيل الاتهامات الإيرانية إلى خارج حدود الدائرة الأمريكية في المنطقة حيث تضع اتهامات تصل إلى شركة بريطانية كانت المسؤولة عن أمن مطار بغداد أثناء اغتيال سليماني تصريحات روحان الأخيرة التي صعد بها إلى درجة قطع رجل أمريكا في المنطقة تعيده مشهد قصفها لقاعدة عين الأسد ثم ما تلاها من توتر كان للعراق نصيب الأسد منها في وقت حرج يعيشه العراق السياسي والأمني والاقتصادي على وجه الخصوص فالبلد النفطي الذي يوجه تداعيات الأزمات الأخيرة مثل كورونا وغيرها من أزمة مالية وأزمة العملة سيكون أمام خيارين قاسيين فإما أن تستقرم عادلة احترام الدولة بضبط السلاح المنفلت الذي يدعم في كل موجة رسائل خارجية أو أن ينخرط بشكل أعمق في حبل توتر الممنهج في الحالتين فإن مواجهة الفوضى ستجبر الحكومة على الدخول بانشغال هي في غينا عنه لذا فإن الأنظار تتجه صوب المنطقة الخضراء التي لا تنعم بقرارات خضراء تعود على المواطن العراقي بوعود تتحقق بالأمن والأمان المنطقة الخضراء ساحة اتخاذ القرار وساحة تحقيق مآرب التوتر الأمني في مقر السفارة الأمريكية التي توجه أصابع الاتهام إلى إيران بضرب مقر السفارة الأمريكية ونفوذ فصائل خارجة عن القانون وسلاح منفلت يضرب جهود حفظ العمل في البلاد